ده عمرنا واحنا بنرمي البرتمونات الفاضية قولي وداعا للحلاء والاطباق وداعا لغسير الموعين النهاردة هنعمل مع بعض الكشر المصري هنعمله النهاردة في البرتمون بجد في عشر دقايب يكون جاهز وطعم وطحفة يلا بينا قول بسم الله ونشوف مع بعض الطريقة ويرب الترات عجبكم اول حاجة طبعا جبت بصلتين كبار قد تعطوهم طرنشاط وحطتهم في الطبق وهضيف عليهم معلقة كبيرة من الدقيق وكمان ربع معلقة كبيرة من الملح هقلبهم كويس جدا كده خلي البصل يشرب اديه والملح كويس وبعد كده هروح على طول على العين اللي بتجيز هجيبي الطاصة حطي فيها شوي الزيت والزيت يسخد معي أنزب البصل الاول كده بسيب البصل في النار مش بقلب ولا باجي جنبي اول ما لقيه بدأ يحمر ابدأ بقلب فيه تقليد مستمر عشان خاطر ما يخدش لون من جنب وجنبي لا التقليد مستمر بالشكل ده على نار عالية لغاية لما يغض معك اللون المزبوط على طول طف النار وبدأ يبقى شليه شليه على منادين مطبخ وعد كده فريديه كده في قلب الصينية وسبيه ما فيش دية وعد اقتها تلاقيه نشف معاك وبقى طعمه جميل جدا حابة تحط عليه رش الكمون بجد طحفة بالنسبة بقى لزيت البصل انا صفيته وده اللي انا هعمل به النهاردة الكشر بتاعنا بص يخلي الكشر بتاعك ريحته وطعمه زي بتاع المحلات واحلى كتير والله يجربي واهتدعيلي عليه حضرت التواصل على نار عالية دفت فى شوية زيت من زيت البصل ونزلت عليه بكباية من الشعرية هفضل اقلب فى كده على نارة عالية لغاية لون الشعرية ما يغمق شوية معايا ما تخليهاش فتحة تمام؟ هاكون مجهزة معايا كباية الا ربع من الرز اللي هو الرز المصري بتاعنا المخصول ومتصفي هتجاه حطاه بالشكل ده وبعد كده معايا كباية من العدس البلدي العدس البلدي بقى برضه متنقي ومخصول وكله تمام بس انا اعطل مدة ساعتين لبقى ان العدس البلدي بياخد وقت شوية في السوى فلازم تنقعي فهنا اعطل مدة ساعتين وبعد كده صفيت وبقى كده معانا بالشكل ده كده زي ما انت شايفه ضفته هو كمان هقلبهم كده تقليبة وبعد كده هضيف عليهم بقى معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الفلفل السود ومعلقة صغيرة من الملح انا كده خلاص حيقت الكشر التاعي مش هضيف عليها اي ملح تاني هفضل اقلب فيهم كده على نارة عالية كده انا عايز الرز والعدس وحاجات دي تشمع يعني يا دوبك تسخن كده معايا هروح اجيه حطاه في الطبق بالشكل ده بعد كده بقى جهزت كباية من المكارونة الاسباكتة وكباية من المكارونة الصغيرة وتعالي بان جيه برطمونات بتاعتنا اللي هنقعي فيها النهار ده الكشري ولا حلل ولا اطبا ولا الحاجات دي كله في البرطموان وهيطلع معاك بصي مفلفل كده ومستويه زي الفول ان شاء الله عملت ايه اي برطموان موجود عندك في البيت برطموان مربة برطموان عسل اي برطمو مش تفرق وهقولك كبان على طرقتين تسوية لو حاب تسوي العيني بتجيز هقولك هتعملي ايه حاب تسوي في الفرن هقولك برطموان تعملي ايه بس التاني رح جاي حطاه رز بس اهم حاجة خليك معي الاخر الفيديو عشان فيه تكات مهمة ومعلومات لازم تعرفيها عشان الكشري يطلب معاك مفلفل وجميل جدا طبعا بقية الكمية اللي فضلت معايا جبت جبتي برطموان صغير هو برطموان العسل النحل بس برضو ما كفاش معايا حطيت كده نص مكارونا والنص التاني رز وبعد كده جبت المية المغلية وتغطي المية المغلية بالرز زي ما انت شايفة كده مية عادية خاصة من حلفية انا غليها ويحتجيها حطيها مش محيئة ولا حط فيها اي حاجة احنا خاصة محيئين اصف الرز والمكوح من شوحهم على نور وبرضو حطيت البرطموان الصغير برضو غطيته بس طبعا لقيت المرطموان الصغير انا كنت كبسة جدا وغير كده كان فاضل معايا رز فقعدت ادور على برطموان كبير الحمدلله لقيت طبعا فضيت النص البرطموان اللي هو الرز فضيته الاول وحطيت الروز اللي كان فاضل معايا في الطبق وكمان حطيت المكرون على الوش بالشكل ده كده وهحط عليهم ماء مغلية برضو هغطيهم بالماء المغلية بس كده خلاص هغطيهم بقى وتعالي بقى نشوفوا طريقتي التصوية انا من كم سنة سوتوا معاكم في الفرن غطيتوا كده بورق فويم وحطيتوا في الفرن واستوى كان زي العسل برضو قلت السنة دي اعمله معاك على عيني بتجيز ان في ناس كتير او ما عنداش فرن برضو طالب معانا زي العسل اقولك عملت ايه جبت هنا الحلة حطيت نصها مية الماء طبعا غلية واحتجاها حطة ايه البرطموانات بالشكل ده اول نص ساعة على نار عالية تمام واغطي بالحلة واسيبه نص ساعة بعد نص ساعة راح تجاهم هدية النار وسته ربع ساعة على نار هدية يعني المجموع كله ساعة الا ربعة نص ساعة نار عالية وربع ساعة نار هدية طبعا بعد الساعة الربعة قلت بقى ايه نشوف بقى كده بقى الكشر بتاعنا فقلت اكشف معاكم اللي هي البرطموان اللي هو التخين ده الغطب بتاعه السهل يعني بتشل على طول لقيته ما شاء الله مستوي ومفلفل وزي الفل بس بصراحة بالنسبة للبرطموان الكبير طبعا كان سخن جدا معرفتش افكه معاكم فكتوا بعد كده لقيته ناية ناية ليه بقى عشان خاطر انا كبسته جامد لما كبسته جامد ما استويش فطبعا بعد مفضيت ده معاكم بصي بقى ده ده عشان خاطر كان مهوي ما كانش مليان على اخره بصي المكارونا طالعه مفرفرة ازاي مفرفرة والرز طالع برضه مفرفرة ومفيش حاجة مع الجينة وجامل جدا هو التاني عشان اكبسته جامد فطبعا ما فيش حاجة يستوي ازاي مكبوس فقى يستوي ازاي ففضيته بعد ما خلصت البرطموان ده فضيته واحتجاها غسل البرطموان بعد ما هيدي من السخنية اللي هو البرطموان التخين ده غسلته وفضيت فيه نص اللي كان في البرطموان التاني ورجعت تاني حطيتهم في الحلة وسبتهم برضو تاني بقى ايه بس على نار هادية بقى سبتم ربع ساعة نار هادية استوي وكان جميل جدا بس انا قلت او ريكم بقى ده اللي احنا عملناه مع بعض ده بقى ما شاء الله بصي ما شاء الله الرز مفرفر كده وجميل والمكارونة مستوية وكل حاجة معنا تمام ودعم بقى لغسيل الموعين ودعم للحلل والاطباق ودعم للوش ده كله بص كده في البرطمونات كده مش هيواخد منك وقت خالص وغسيل البرطموان سهل جدا زي ما انت عارفها طبعا ولا بيتكسر منك ولا اي حاجة انا عملته من كم سنة معاكم في الفرن بصراحة كان طالع برضو زي كده طحفة ومفرفر وكل حاجة قد بقى اغرف معاكم كده الطبع بقى حطيت الاول الرز وبعد كده حطيت المكارونة على الوش بالشكل ده كده وبعد كده بتحطي بقى العدس العدس ده لهو برضو بتاع المحلات انا برضو عاملاه براح جاي برضو بسلقه وبعد كده بشوحه كده في معلاء الزيت وعلاش رشة كمور رشة ملح افضل اشوح فيه معانا ناشف كده بجميل وهرسبه للابشوكة وبعد كده حطيت البسط بالشكل الجامل ده زي ما انت شايفه بالنسبة للسلسة طبعا ليش بقولكو عليها بقى الصلسة سهلة بصلاي بتحمريها وتحط عليها التومية معلاء صغيرة توم برضو تحمر كده معا مش تحميرة يعني يصفره كده وبعد كده نزيله بعصير الطماطم عصير الطماطم من الصفي ومعلقتين خل وحط البهارات بتاعتك واسيبها على نار عالية او ما يدق يغلي يهد النار وبعد جدك لها بألف هانا وشفا بجد طحفة ورحتها جاي باخر الشارع يا ربي وصفة النهار ده كنا عجبتكم وكنا عند حص نظنكم وجزاكم الله كل خير حص استماعكم لي ويا ربي اتجربوها بكده فعلا وتعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا